دكتور عدل مساني عند هذه النقطة بالتحديد وهي مطالبة الحوثي بحصة من صادرة النفط أعتقد أن هذا الأمر سهل وستم إعطاءه له حتى وإن قبلت السعودية هناك عديد من الاعتراضات ومنها الانتقال يعترض باعتبر أن هذا النفط هو نفط حضرمي يأتي من الضبة وكذلك وراه الإمارات أعتقد أن هذه المسألة سهلة؟ الآن الصور ليست معقدة في سياق الآن هناك مشاورات وأعتقد أن هذا المطلب في صلب هذه المشاورات نعم فالحوثيين استطاعوا فعلا من خلال التهديد هذه الموانا وإيقافها هي رسالة أيضا للأطراف الداخلية فيما يتعلق أيضا بحصة الحوثي أو ستبقى هكذا خارج المعادلة وبتالي نتصور بأن هذه المسألة تبحث الآن والأمر ليس بيد الانتقالي أو غيره نتصور بأن الأمر بيد المملكة العربية السعودية وعمان وهذه الدولة الفاعلة والمؤثرة والتي تحرك الآن يعني أي حل تراه السعودية هو الذي سيمت بلا شك السعودية هي فاعل أساسي ورئيسي وهي التي ترعى الحرب والسلم وبيدها أيضا مفاتيح العملية السياسية في اليمن هذا أمر الأمر الآخر إذن ما الذي يريد المملكة العربية السعودية التقدم في هذا المسار؟ باعتبار أنهم يقولون أنهم اتفقوا في صنعها على شكل التسوية الجزئية أنا أتصور بأن الأمور تسير وهناك يعني مساعي حثيثة لإيقاد مخارجي نعم للعقاد والإشكالات وهذه القهود والزيارات تؤكد أيضا على أن هناك عمل قياد في هذا السياق الأمر الآخر متعلق أيضا بمحدد أساسي في المسألة اليمنية إمكانية استئناف الحرب خارج الحدود هذا لا يمكن غير مقبول دوليا والتطورات الدولية أيضا تدفع باتقاه إذا تطورت الحرب ستكون داخلي حتى داخليا لأنه بالنهاية نعكس أيضا لا حرب بعد الآن نعم نعم العنوان الآن الذهاب للتسوية السياسية تمديد الهدان ومن ثم الذهاب لتسوية سياسية لأسماء اليمنية وبالتالي أنا أتصور بأن هذا هو السقف المطروح اليوم والقهود التي تبدأ لليوم سواء دولية من قبل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أو المبعوث الأممي أو حتى الدولة الإقليمية بما فيها إيران يعني إيران تستمع بهذه التسوية؟ إيران الضرف الأقليمي لا يسمح أن تعيدها يعني لا يساعدها أيضا على إثارة كثير من المتاعب في المنطقة إيران تتعرض لتهديد وأيضا ضغوط دولية كبيرة جدا فيما يتعلق أيضا الملف النووي متعثر أيضا إدراك التهديد بإدراك الحرس التوريض ضمن أيضا قائمة الإرهاب أيضا علاقتها بروسيا كثير من المسائل والإشكالات والاحتقاجات الكبيرة المتصاعدة داخل إيران وبالتالي أنا تصور بأن الأزمة الاقتصادية الكبيرة والعقوبات التي وصلت ذروتها في إيران هذه التسوية تمثل فرصة إيران كما هي الحوثية حيدت إيران كثيرا فيما يتعلق أيضا بتحريك أدواتها على الأرض وهذه فرصة للمملكة العربية السعودية ومن وراها أيضا القهود الدولية فيما يتعلق أيضا بقدحل هذا أمر التطورة الدولية أيضا أضافت قلنا المملكة العربية السعودية ودول الخليق فيما يتعلق تعديدا ببعد الطاقة وأيضا تداعياتها أيضا استينف الحرب على الطاقة أعطتها أيضا بعد كبير في تزعم هذه القهود التي نراها اليوم فاعلة ومؤثرة فيما يتعلق أيضا بالتسوية في اليمن باختصار أنت ترجع نجاحها بلا شك قلنا العمل الأساسي والرئيسي هو أن أفوق الحرب أو استئناف الحرب غير ممكن وغير وارد وغير مقبول دوليا وإقليميا هذا أمر مهم الأمر الثاني المملكة العربية السعودية حققت أدافها فيما يتعلق أيضا باليمن من خلال عصفة العزم والآن الظروف الموضوعية عن التسوية السياسية وفق أيضا الشروط السعودية أعتقد ناضقة ولهذا ستصير التسوية وفق هذه إذن هذا جميل السعودية لم تهزم السعودية خططت منذ البداية إلى هذا الوضع كما يبدو وهي أتقد أن الظروف ملائمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من إدارة الصراع في اليمن كما يرى كثيرون بطبيعة الحال